ترجمة نانسي قنقر والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات في أركبيتا بخليج البحرين وقد هدفت الفعالية التي شارك فيها متحدثون من عدة شركات بارزة في مجال التكنولوجيا الرقمية إلى تسليط الضوء على الخدمات المختلفة والحلول الحديثة في مجال التكنولوجيا المالية للاستفادة منها في التجارة الإلكترونية إضافة إلى مناقشة الاستشارات الرقمية وتحليل البيانات وسلسلة ربط الحسابات بلوكتشين والتشريعات القانونية ذات العلاقة بالنسبة لنا الشراكة مع القطاع العامة مهمة جدا لأن بالنسبة لنا إذا بنخلقها البيئة الإيكولوجية بتتكون من الهيئات الحكومية منها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة منها بعد مجلس التمية الاقتصادية والبنك المركزي وهيئات حكومية مختلفة في نفس الوقت بيكون في تعاطي وتفاعل مع القطاع الخاص من ضمن هالشركات الناشية وشركات التكنولوجيا المالية فبالنسبة لنا استضافة هذه الفعالية تكون مهمة أن نعطي الوزارة انطبع أكثر عن التكنولوجيا المالية وعن قدرات الشركات الموجودة حاليا في البحرين وفي خليج البحرين للتكنولوجيا المالية أكد خبراء مصرفيون أن بيئة الأعمال التنافسية بصورة متسارعة هذه الأيام تتطلب من المؤسسات المالية توفير الحلول التكنولوجية المبتكرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بغية الارتقاء بمستويات انتاجيتها ونموها المستدام جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى المصرفي الرقمي الذي نظمه بنك البحرين الوطني بالتعاون مع رواد التابع لبنك البحرين للتنمية بمشاركة أكثر من 150 مشارك من خبراء الصيرف الرقمية والتكنولوجيا المالية إضافة إلى كبار المسؤولين في عدد من المؤسسات المالية كما أكد المصرفيون على أن السوق المحلية بحاجة إلى زيادة برامج التوعية بمناثع التكنولوجيا المالية بالنسبة للمؤسسات والأفراد على السواء بما يخدم تسريع خطة تحول إلى الصيرف الرقمية والاعتماد أكثر على الحلول الرقمية نحن في السنوات التي طافت كنا نعطي العملاء الأمكانية أن يشوفون البالانسز والحساباتهم كشف الحساب وغيرها اليوم نحن طرحين خدمة الترانزاكشنز فالمعاملات عبر الإنترنت زائدا صرف الرواد زائدا التحويلات داخل وخارج البحرين نحن من ضمن بنك البحرين التنمية من خلال برنامج رواد نحاول قد ما نقدر أن نشجع المشاريع الصغيرة المتوسطة وبالذات حاليا عندنا تركيز على الفنتك وعلى المشاريع التكنولوجية رغم أن البحرين عندها توجيه على المشاريع التكنولوجية نحن من قبل البنك نعطي تمويل عندنا إرشاد وتوجيه كلها من خلال المشاريع التكنولوجية والآن نتوقف مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لهذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1301 نقطة لانخفاض نسبته 0.40% عن معدل الأقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.718.000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 1.040.000 دينار تم تنفيذها من خلال 89 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 37% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة وبالنسبة لأداء البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالي السعودية التي أغلقت عند مستوى 8342 نقطة بنخفاض طفيف بلغت نسبته 0.1% وبالنسبة لسوق دبيل المالي فقد أغلق عند مستوى 2867 نقطة كما هو موضح على الشاشة بنخفاض بلغت نسبته 2.9% وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4583 نقطة بنخفاض بلغت نسبته 0.22% هذا وتوقعت مؤسسة فرانكلين تيمبلتون العالمية أن تسير السوق الكويتية على خطى سوق المال السعودية فيما يتعلق بانضمامها قريبا إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ونقل موقع مباشر الإخباري عن مدير استثمارات الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق المبتدئة لدي فرانكلين تيمبلتون قوله إن قرار انضمام المملكة للمؤشر سيجبر الجهات الاستثمارية على التوجه صوب ضخ الاستثمارات بالمنطقة وقال باس الخاتون بأن حصة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغت حتى نحو 1.6% من المؤشر مشيرا إلى أنه مع إدراج السوق السعودية ستزداد حصة المؤشر بشكل كبير وسيكون من الصعب على الجهات الاستثمارية الدولية إغفال منطقة بحجم وأهمية أسواق الشرق الأوسط مؤكدا أن إدراج السوق السعودية يعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة لتعزيز وتحديث البنية التحتية في السوق شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات التوقيع في نيودلهي على اتفاقية إطارية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنك وأرامك السعودية لاستكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية والاستثمار في بناء مصفات نفط عملاقة ومجمع للبترو كيمويات في منطقة رانت كيري على السحل الغربي للهند بقيمة تقديرية بنحو 44 مليار دولار ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان قوله إن إبرامة هذه الاتفاقية يعزز أواصل التعاون الوثيقة التي تربط بين السعودية والإمارات في شتى المجالات ومع الهند في قطاعات عديدة وخاصة قطاع الطاقة ووفقا للاتفاقية ستمتلك أرامك السعودية وأدنك معا حصة 50% من المشروع المشترك الجديد فيما يملك ائتلاف شركات النفط والغاز الهيئة حصة 50% المتبقية إلى الكويت حيث وافق مجلس الأمة اليوم على مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره الصيد بحصة قدرها 536 مليون دولار يتم توفيرها من الاحتياطي العام للدولة ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير المالية نايف الحجرف قوله أثناء مناقشة مشروع القانون إن هذه الخطوة ستحفظ حق دولة الكويت كعضو مؤسس في البنك الذي وصفه بأنه ثالث أكبر بنك تنموي في العالم وذكر الحجرف أن البنك يهدف إلى دعم وتحسين المشروعات التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال أنشطة استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية وشبكات ربط هذه البنية وأشار إلى أن رأس مال البنك المصرح 100 مليار دولار ورأس المال المدفوع 20 مليار دولار مبينا أن حصة دولة الكويت من رأس المال المصرح تعادل 536 مليون دولار ومن رأس المال المدفوع أكثر من 107 ملايين دولار النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل هارلي دافدسون للدراجات النارية ستضطر لرفع أسعار منتجاتها المصدرة للاتحاد الأوروبي سجلت صناديق الأسهم الناشئة باستثناء الصين نزوح تدفقات بقيمة 5.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في العشرين من يونيو ما يعاد أكبر نزوح منذ سبتمبر 2015 ووفقا لبيانات صادرة عن مورغانستانلي فقد بلغ حجم التدفقات النازحة 5.2 مليار دولار بالنسبة لصناديق الأسهم الناشئة شاملة الأسهم الصينية وقادت النزوح بشكل أساسي عمليات بيع نفذتها صناديق مؤشرات خاملة بلغ حجمها 4.7 مليار دولار وتمثل صناديق الاستثمار وعاء استثماريا لتجميع مدخرات الأفراد واستثمارها في الأسواق المالية من خلال جهة ذات خبرة في إدارة محفظة الأوراق المالية وتعرضت أسواق السندات العالمية لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية من التوترات التجارية المتصاعدة وتزايد المخاطر السياسية في إرجاء منطقة اليورو تهدد مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية إيرباس بمغادرة بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قبل تسعة أشهر من دخول بريكسيت حيث تنفيذ وقبل الذكرى الثانية للاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي دقت إيرباس جرس الإنذار ببيان حذرت فيه من أنها ستعيد النظر في استثماراتها في المملكة المتحدة إذا تم الانفصال بلا اتفاق وقال مدير الاستثمار في فرعة طيران المدني في المجموعة توم وليامس إن مجرد الحديث عن الخروج من الاتحاد الأوروبي يهدد بشكل مباشر مستقبل إيرباس في المملكة المتحدة والآن نلقي نظرة سريعة مشاهدين على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أخيراً شركة هارلي دافيدسون للدرجات الأمريكية ستضطر لرفع أسعار منتجاتها المصدرة للاتحاد الأوروبي نتيجة للتعرفات الجمركية الأوروبية على البضائع الأمريكية هذا ما أعلنته الشركة مضيفة أن رفع أسعارها سيمس المشترين الجدد لمنتجاتهم والتي ستصلهم طلباتهم في وقت لاحق من هذه السنة يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض تعرفات جمركية بنسبة 25% على سلع أمريكية مستوردة منها الدرجات النارية كرد على فرض أمريكا للتعرفات الجمركية على مستورداتها من الحديد والصلب من الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ نسبتها 25% على الصلب و10% على الألمنيوم اشتركوا في القناة